تتواصل الاستعدادات والإنجازات التي تجرى على قدم وصاق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27 للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد عد تنازلي عن قمة المناخ ضعني في أصورة حول مدينة السلام واستعداداتها بالفعل أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث الدولي المهم كوب 27 أو قمة المناخ المنعقدة هنا في مدينة شرم الشيخ تحديدا في السادس من نوفمبر المقبل بإذن الله في هذا الإطار تتواصل الجولات الميدانية للواء خالد فوضى محافظ جنوب سيناء لاتمئنان على جهزية جميع المشروعات التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة هنا في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال هذه القمة الدولية نتحدث عن الألاف من الشركاء الدوليين من 197 دولة اليوم قام الواء خالد فوضى محافظ جنوب سيناء بجولة تفاقدية في عدد من المشروعات ومن بينها الحديقة المركزية وزيادة المستطحات الخضراء بالإضافة إلى جهاز مدينة شرم الشيخ ومن الأجهزة المستحدثة تم إنشاؤه حديثا وأيضا من الأجهزة والمباني الصديقة للبيئة نتحدث أيضا عن التشغيل التجريبي لمنظومة الأوتوبسات والحافلات والتي بدأت في الخامس عشر من ستمبر الماضي نتحدث عن مائتين وستين حافلة هناك مائة وعشرين حافلة تعمل بالغاز الطبيعي ومائة وأربعين حافلة تعمل بالكرباء هذه الحافلات ومنظومة النقل النظيفة الزكية تعمل بتشغيل تجريبي منذ الخامس عشر من ستمبر وتتواصل أيضا لنقل الركاب بالمجان وسوف يتم تفعيل هذه المنظومة خلال فعليات المؤتمر مؤتمر المناخ في الشهر المقبل لكي تعمل بالمجان تنقل زوار وأيضا ضيوف مصر في قمة المناخ بالمجان على مدار الأيام المخصصة لهذا المؤتمر في هذا الإطار أيضا وفي إطار متابعتنا للتقارير الدولية الصادرة بخصوص قضايا المناخ نجد أن الوكالة الدولية للطاقة أصدرت حديثا وقبل أيام من انطلاق القمة هنا في مدينة الشرم الشيخ تقريرا حذرت فيه من ارتفاع درجات حرارة الأرض خلال 180 عاما وأيضا أكادت أنه في عام 2030 سوف تزداد درجة حرارة الأرض وكذلك سوف يكون هناك انبعثات كربونية شديدة تصل إلى 37 مليار تون هذه الانبعثات من المفترض أن تنخفض مرة أخرى ولكن حين يتم الاستثمار في الطاقة يعني هذا هو المشهد هنا في مدينة الشرم الشيخ قبل أيام قليلة من انطلاق هذا القمة المهمة عليكم زملائي في الستوديو نعم أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أشكرك على هذه الصورة في الأيام القليلة المتبقية على بطفة فعالية القمة شكرا للمشاهدة